السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب الصف الثالث الثانوي في جميع انحاء جمهورية مصر العربية اهلا وسهلا بكم معكم مصر رحمة الصلاح في مبادرة اليوم السابع لخدمة بنقدمها لطلابنا في جميع انحاء الجمهورية ان شاء الله رجالة النهاردة جايين عشان خاطر نحلي معاكم على مادة الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي اتمنى يا رب تكونوا في كامل تركيزكم كده وامتحان جميل جدا يكون مطابق لامتحان اخر العام ان شاء الله رب تستفدوا منه باذن الله وتكون يا رب ان شاء الله الحلقة بتاعتنا واللايف بتاعنا مفيد جدا ليكم تمام سمي الله صديقي وتعالى كده نبدأ مع بعض يلا واحدة واحدة ونشوف شكل الاسئلة ممكن تجلنا اخر السنة بمستوى عامل ازاي خلي بالك احنا الوقت ايه بنحاول نجيب بس افكار كده ايه متنوعة بخمنا شواء صغيرين تمام بس على امل ان ان شاء الله تعالى تستفد منهم تمام يلا بينا شوفوا يا رجال السؤال الاول بيقولينا ايه يقول احد العلماء اعطني قريطة لبيئة ما ومعلومات كافية عن موقعها ومناخها ومواردها الطبيعية وبامكاني في ضوء ذلك ان احدد لك اي نوع من الاوبئة التي تصيبها اديني معلومات عن بيئة ونقدر اقولك ايه نوع الاوبئة التي تصيبها هنا يا جماعة بيتكلم عن الفكر البيئة عن دمين هل ده علي بن ردوان ولا ارني نيس ولا قلد اليوبولد ولا عبد الرحمن ابن خلدون شوفوا يا شباب احنا كنا قبل كده اتكلمنا دايما على مدار السنة ان لما البيئة تأثر تمام او الجو او المناخ يأثر على انتشار الاوبئة طبعا يا جماعة اللي كان يتكلم عن الكلام ده كان علي بن ردوان تمام علي بن ردوان يا جماعة كان في سهاماته في الفكر البيئة قال لنا ايه قال ان المكان او المناخ او الموقع ممكن يأثر على انتشار الاوبئة والامراض زي ما شفنا مثلا على سبيل المثال فيروس كورونا كان بينتشر اكتر في وقت الشتاء بيقل في وقت الصيف فاخلي بالكم رجال اللي تكلم عن تأثير البيئة على الانتشار الابيئة والامراض كان علي ابن رضوان امال ارني نايس رجالة كان بيتكلم عن ايه ارني نايس لو نفتكر كان بيتكلم عن احترام القيمة الذاتية لجميع الكائنات الحية يعني بتحترم الكائنات الحية ليه لذاتها لها قيمة ذاتية لها قيمة خاصة فتحترمها لذاتها طبعا قلد اليوبولده جماعة كان بيتكلم عن اخلاق الارض لو نفتكر اللي هو كان بيتكلم عن مية ونبات وطربة وكان قال كمان إن الإنسان ليس سيد الأرض طبعا عبد الرحمن بن خلدون كان يتكلم عن تأثير البيئة بقى تمام في المهن وفي شكل المباني وفي شكل الملابس وعلى حالة المزاجية والغزالة ريئة ولا متضايقة تمام لكن يا جماعة عبد الرحمن بن خلدون السؤال يا جماعة الثانية عندنا بيقوله يقول جنبول الثاني لن تستمر الأرض في تقديم محصلها إلا مع إشراف مخلص هنا بيتكلم الرجال عن أحد بنظمي صاق حقوق الأجيال القادمة بيتكلم عن الأجيال الإيه القادمة نقول لسؤال الثاني لن تستمر الأرض في تقديم محصلها إلا مع إشراف مخلص يكون فيه إشراف طيب هنا بيتكلم إن الأجيال القادمة لها الحق إن الكوكب يبغير ملوث ولا بيتكلم إن إحنا ناخد الإجراءات اللي فيها تعليم وبحث وتشريع ولا بيتكلم إن على كل جيل في ملكية في ملكية كوكب الأرض اتجاه الاجهات القادمة ولا بيتكلم ان احنا يكون في رقابة دائمة وتقييم واعي للتغيرات التكنولوجية لو تاخد بالك والسؤال بيقولك ايه اشراف مخلص على كل ما يهددها اشراف مخلص اشراف يعني يا جماعة بيتكلم عن ايه على كل جيل ان هو يكون في رقابة ويكون في تقييم واعي للتغيرات التكنولوجية السؤال يا جماعة رقم 3 قيلة بوأ اي اصلحه وهيأه اباءه منزلا وبوأه اياه وبوأه له وبوأه فيه طبعا يا جماعة احنا كنا قلنا كلمة بيئة بمعنى بوأ او تبوأ ده كان معنى استلاحي ولا كان معنى لغوي طبعا ده معنى لغوي خلي بالك برضو المعنى اللغوي اسمه معنى اشتقاء اللي هي البيئة مشتقة من بوأ او تبوأ واللي كان يا جماعة وضع المعنى اللغوي طبعا ابن منزور تمام طبعا بنستخرج مما صبك البيئة بوصفه ما كان يسكن فيه الكائن الحي ولا وسط فكري للكائن الحي ولا مناخ سياسي محيط بالإنسان والله ظواهر محيطة بالفرد طبعا يا جماعة احنا قلنا ظواهر محيطة بالفرد ده المعنى الاستلاحي لكن البيئة بمعنى أو تبوأ ده المعنى اللغوي وكلمة باقي إلى الشيء معناها رجع إلى الشيء بوأتك بيتا يعني أنشأتك بيتا يعني البيئة عبارة عن بيت عبارة عن مكان عبارة عن منزل ده يا جماعة الإجابة تبقى رقم ألف إن البيئة هي المكان اللي احنا كبشر بنعيش فيه تمام؟ السؤال يا جماعة رقم أربعة مركز كده في السؤال ده مخلفات المصانع والمعامل والأبخرة المتصاعدة الناتجة من عمليات الصرف الصحي بيتكلم عن المخلفات ها مخلفات المصانع والمعامل والأبخرة المتصاعدة الناتجة عن عمليات الصرف الصحي والفيضانات والهواء الملوس الناتج من دخان السيارات تمام؟ ومصافي النفط كل ده عمل تلوث بيئي هائل بيتكلم عن تلوث بيئي طب يا جماعة التلوث البيئي ده كله كان فأني مرحلة في مرحلة فهم البيئة اللي هي التفسير والتوظيف لا طبعا طب في مرحلة العقائدية البيئية هي ايه العقائدية البيئية يا رجالة طبعا احنا عارفين العقائدية ده يا شباب اللي هي مرحلة التقديس والتعليه اللي الانسان فيها كان بيعبط زوار الطبيعة خلي بالك عشان ممكن لاختيارات تيجي بالطريقة دي ولا بيتكلم عن العلم المعاصر العلم المعاصر ده يا جماعة اللي هي مرحلة القهر والاستبداد مرحلة القهر والاستبداد كان فيها تقدم علم كبير بس التقدم العلم كان ليه أثار سلبية هدرت كوكب الأرض تمام؟ وقدت لانقراض الكائنات الحية وعمل التلوث بيئي طبعاً الإجابة تبقى رقم جيم العلم المعاصر يتكلم عن مخلفات المصانع عمل التلوث طبعاً يا جماعة دي مرحلة العلم المعاصر اللي هي مرحلة القهر والاستبداد كانت مرحلة كلها نتائج سلبية طب الإيجابة الرقم ده المعيارية أخلاقية المعيارية الأخلاقية دي يا شاب اللي هي إيه بقى اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين مرحلة الاحترام والصوم مرحلة العصر الحالي كانت مرحلة كلها معايير كلها أخلاقية هدفها الحفاظ على البيئة السؤال خمس السؤال يا جماعة خمسة أقول لك إيه أكد شافتسبيري على وجود ميول اجتماعية طبيعية نستطيع من خلالها تمييز الخير عن الشر عندنا ميول فنقدر نميز الخير عن الشر في الأفعال كما تميز حاسة البصر مثلا الأبيض عن الأسود احنا عندنا ميول نقدر نميز بيها زي ما حاسة البصر عندنا بتميزنا الأبيض عن الأسود تمام في الأشياء والأشكال هنا جماعة وجهة نظره بتتطفق مع طبيعة القيم عند ماكس الشيلر ولا أفلاطون ولا سبينوزا ولا جورج مور نفتكر كده الأول كل واحد فيهم كان إيه قالي عن القيم ماكس الشيلر يا جماعة كان بيقول إيه الشيلر كان بيقول لك إن القيمة شيء موضوعي شيء ثابت يجب علينا اكتشافها يعني كل حاجة ليها قيمة فإحنا دورنا نكتشف القيمة الحاجة يميتها ثابتة أفلاطون قال العقل اللي بيحدد القيمة سبينوزا قال الرغبة هي اللي بتحدد القيمة يعني شيء له قيمة عندما نرغب فيه جورج مور قال إن القيمة في الفعل ذاته يعني القيمة ثابتة في الشئزة نفسه طبعا هنا بيقول لك أكد على وجود ميول ميول يعني يا جماعة رغبة مين في دون يا جماعة أكد على الرغبة؟ طبعا باروخ سبينوزا سبينوزا يا جماعة كان بيقول إيه الشيء له قيمة عندما نرغب فيه يعني أنا برغب أشتري العربية دي بأعربية دي لها قيمة برغب إن أنا أشتري القلم دي بل القلم ده لي قيمة برغب أشتري البورد دي عندي ميل إن أنا أشتريها يبقى ليها قيمة اللي تكلم إن القيمة مرتبطة بالميول وبرغبات الفرض طبعا كان باروخ سبينوزا وعند سبينوزا القيمة متغيرة حسب إنت ليك ميل في الحاجة دي ولا ملكش فيها ميول السؤال يا جماعة رقب ست بصور رجال السؤال يا جماعة السرس بيقولين أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأسبق إن ورش العمل التدريبية تهدف إلى دعم آليات توليد الدخل للمجتمعات المحلية البدائية للحفاظ على الحرف والمنتجات التراصية لهذه المجتمعات وتطورها نقولي السؤال تاني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأسبق بتقول إيه ورش العمل التدريبية لما بنعمل ورش عمل تمام هدفها نحن نوفر آليات يبقى فيها دخل للمجتمعات المحلية البدائية عشان نحافظ على الحرف والمنتجات إحنا بنتدخل عشان نحافظ على الحرف والمنتجات طبعا يا جماعة اللي كان قال أو اللي كان تكلم يا جماعة عن التدخل في الفكر البيئي طبعا يا جماعة كان عبد الرحمن بن خلدون تمام ابن خلدون هو اللي تكلم إن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يقدر يتدخل في البيئة يقدر إن هو يعمرها ابن خلدون يا جماعة كمان كان بيتكلم عن تأثير البيئة في الحرف ونشكل المباني والأدوات السؤال يا جماعة رقم سبعة السؤال يا جماعة السبعة يقول لك اتخذ المصريين القدماء لآلهتهم قعد التماثيل المصر القديم جسد الآلهة عمل لها تماثيل تتخذ جسم إنسان بس مثلا لها رأس أحد الحيوانات كالصور أو الصقر تمام العبارة دي بتأكد إن المصريين قدماء يحترموا البيئة المصر القديم يحترم البيئة جاب جسد إنسان ركب له مثلا رأس صور رأس مثلا صاكر تمام هنا جماعة بيدل على تجديس نهر النيل هو هنا تكلم عن المياه أو نهر النيل أو الفيضانات لا طب يتكلم عن الحفاظ على البيئة تقربة للإله هو هنا بيتكلم إن انت عملت ده بتقرب للإله يعني عايز الإله يرضى عنك كتاب الموتى برضو لا طب بيتكلم عن تعوزة إعلان البراءة نقولنا تعوزة إعلان البراءة دي لم يقولي أنا ما عملتش حاجة أنا بريئة أنا لم أقتل الماشية أنا لم أصنع الفخاخ لعصافير الآلهة هو ما قالش كده هم اللي بيتكلم عن إيه بيتكلم إن الطبيعة مصدر إيحاء الديانات يعني إيه الطبيعة مصدر إيحاء الديانات يعني هو كان بياخد أفكار للآلهة تمام من الطبيعة فكانت الطبيعة بالنسبة له مصدر إيحاء يا جماعة الديانات دي كده يا جماعة أول صفحة عندنا يبقى نخلي بالنا يا شباب خلاص يلا الصفحة هاي اللي بعدها يلا السؤال يا جماعة اللي بعده بقولك إيه يرى تشاون جتيسي أن الناس يجب أن يتطفقوا مع قوانين التحولات الطبيعية ولا ينبغي التدخل في الطبيعة أو تغييرها إلى حد مفرد واعتقد أن الإنسان غير منفصل عن السماء والأرض فكل هذه الأشياء كيان واحد نقول تاني يرى تشاون جتيسي أن الناس يجب أن يتطفقوا مع قوانين التحولات الطبيعية نحن لازم نتطفق نندمج مع الطبيعة ولا ينبغي التدخل في الطبيعة أو تغييرها مين قالك يا معلم ما تتدخلش في الطبيعة مين يا جماعة اللي كان حذر من التدخل في البيئة طبعا يا جماعة الكلام ده إجابته مين لاوتسي عدر الصينية القديمة لما لاوتسي طلع حذر من تدخل الإنسان في العالم دع كل شيء على ما هو عليه سيكون السلام السؤال يا جماعة رقم تسعة إعادة النظر في المنظومة الأخلاقية التقليدية هذه المنظومة التي روجت لفكرة وحدانية الإنسان في السيطرة على الطبيعة واستنزافها فسعت لإعادة ترسيخ رؤية جديدة في علاقة الإنسان بالبيئة نقرأ لك السؤال مرة تانية إعادة النظر في المنظومة الأخلاقية التقليدية بنعيد النظر تاني في الفكرة الأخلاقية هذه المنظومة التي روجت لفكرة وحدانية الإنسان في السيطرة على الطبيعة واستنزافها يا إنسان هو أنت فاكر أنك تقدر تستنزف الطبيعة لا لازم نعيد النظر تاني في الكلام ده عشان نرسخ رؤية جديدة في علاقتك بالبيئة اذا هو رفض كل الفكر اللي ان الانسان يقدر يستنزف يقدر ان هو يكهر يقدر ان هو يستبد كل الكلام ده لا ممنوع طبعا الكلام ده يا جماعة كان وفقا لأني مرحلة أي مرحلة رفضت وقالت لازم نعيد تاني وجهة النظر في اللي بيحصل ده طبعا المرحلة المعيارية ايه بقى المرحلة المعيارية دي يا Foreign المرحلة المعيارية دي يا شباب اللي هي مرحلة الاحترام والصوم دي المرحلة اللي بدأنا فيها ناضع معايير ودهنا فيها يا جماعة أخلاقيات للحفاظ على البيئة هي دي المرحلة اللي رسخت رؤية جديدة أمال إيه المرحلة الاستغلالية دي اللي هي الاستغلال والسيطرة تمام بتاعة العصر الحديث اللي كانت فيها تجارب والإنسان فيها استفاد طب والبداية البداية دي يا جماعة اللي هي كانت مرحلة الإنسان البداي التجريس والتاليه اللي الإنسان فيها خفم البيئة وقدسها وعبدها طب واليونانية اللي هي مرحلة أرستو فلسفة اليونان اللي هي مرحلة التفسير والإيه والتوظيف طبعا يا جمال إجابة هنا المرحلة المعيارية السؤال عشر مجموعة القيم التي يتطفق عليها أفراد مهنة ما حول ما هو حق وعدل وما يعتبرونه أساسا لتعاملهم وتنظيم أمورهم وسلوكهم في إطار المهنة نقول تاني هو مجموعة قيم يتطفق عليها أفراد مهنة ما أول ما هو حق وما هو عدل وما يعتبرنه أساسا لتعاملهم وتنظيم امورهم بينظم سلوكياتهم تمام في اطار المهنة هنا بنتكلم عن تعريف اخلاق المهنة بانها علم طابع ليه طابع ايه هي اخلاق المهنة لها طابع معياري اختياري يعني يلتزم بها او ملتزمش براحتي ولا معياري الزامي يعني علم بيحطلنا معايير لسلوكياتنا ملزمين بيها ولا علم واضعي الزامي بيدرس الحاجة زي ما هي لما يهو عليه بالفعل لا طبعا الاجابة يا جماعة تبقى ايه معياري الزامي ان اخلاق المهنة دي يا جماعة مجموعة معايير لا تستقيم المهنة بدونها معايير يا جماعة الزامية بتحدي سلوك الفرد داخل مهنته وطبعا يا رجال احنا كنا قولنا ان كل فرد هتكون عنده اخلاق المهنة امتى لما يقدي مهنته الاداء الامسل تمام ده كده يا جماعة السؤال رقم عشرة انا عايز اسمع رجوع كده في كومنتات لو بحنك اخر السنة جيب الطريقة دي قول انت فين ها طمننا كده السؤال يا جماعة رقم 11 تطوير القدرات المهنية للموظف بنطور قدراته المهنية وانساعده انه يتعرف على اخر المستجدات انا بطور مستواه واعرفه اخر المستجدات في ايه في مجال عمله هنا يا جماعة بنتكلم عن اهمية المواصيق من حيث هو انا الوقتي في مهنتي لو طورنا اداء الناس اللي شغالة وعرفناهم على اخر المستجدات والتطورات هل ده صورة ذهنية ايجابية هنخلي نستخد عنينا انطبع كويس ولا التزام بالمسئولية القانونية هو احنا هنا بنطفع الدرائب وبنحفظ على البيئة وما بنعملش مخالفات ولا استخدام امسا للموارد هو احنا هنا بنعمل سيارة للالات عشان العمل ما يتصابش ولا تحسين اداء انا هنا برفع كفاءة العامل عشان ازود الربح واقل التكاليفه طبعا هو السؤال بيقولك ايه انا بطور قدرات الموظف بطور قدراته بطور اداءه يبقى الاجابة ايه يا جماعة تحسين الاداء خلاص طب بص يا صديقي امت اختار كل نقطة من دول ورق او قلم كده واكتب ورقا بصورة هتختار صورة ذهنية ايجابية امتا لو المؤسسة بتتعامل مع الناس بصدق وبامانة وباخلاص فالناس كونت عنها فكرة كويسة وانطبع جيد هتختار مسئوليات قانونية امتا لو المؤسسة ما عندهاش مخالفات بتدفع الدرائب تمام لو المؤسسة بتحمي البيئة ما عندهاش اي تلوس للبيئة يبقى دي مسئوليات قانونية طب بتختار امتا استخدام امسا للموارد لو المؤسسة بتعمل سيانة للآلات بتاعتها وبتحمي العاملين من الاصابات وبتعمل سيانة دورية للايه للآلة اللي هي بتستخدمها تمام عشان تطلع منتج جيد لكن تحسين الاداء لما المؤسسة بتحاول تطور اداء العامل عندها تطلعات دايما للافضل يبقى ده رجالة ايه تحسين الاداء خلاص السؤال رقم 12 يرى ان العمل جعل الانسان يرتقي الى درجة الوجود الانساني العمل خلاك ترتقي تمام ورفضت ورفضت تقايد بالبيئة الخارجية ما تبقاش ماشي مقيد بالبيئة يعني انت بقاش عايش كده في البيئة وحاطت ايدك جنبك وسعي وسعي الاجتساب مجموعة من القيم تتجاوز قيمة الحياة نفسها هو هنا بيخليك تتجاوز ايه بقى مجموعة من القيم تتجاوز قيمة الحياة نفسها يعني بالبلدي انت مش قاعد في ده عشان حضرتك تقعد تتفرج عليه وتبقى قاعد مقيد بالبيئة لا ده انا عايزك تبدأ انت لتسيطر عليها تبقاش مقيد ما تبقاش خاضع للبيئة ده العمل ده ادال السيطرة عليها العمل ادال السيطرة على الطبيعة طبعا يا جماعة هنا مش ادم اسمس ادم اسمس بيكلم عن المصلحة الخاصة والعامة ان العمل بيفيدك ويفيد المجتمع ومش افلاطون طبعا لان افلاطون بيكلم عن الاحرار والعبيد خلاص ولا ارسل طبعا الوصف العبد بانه قالت فحضرتك وانت بتستبعد هتلاقي السؤال كله بيوجيك لحتة واحدة بس اللي هو مين يا جماعة جورج هيجل يا جماعة كان قال ان العمل يعتبر اداة الانسان بيستخدمها بتساعده انه يسيطر على الطبيعة خلي بالك برضو ان هيجل كان قال ان العمل نشاط اجتماعي يعني بالعمل تقدر تكون علاقات يبقى عندك اصدقاء فده يا جماعة الاجابة تبقى جورج هيجل السؤال يا شباب رقم تلاتاشر تقول ماري دلمة لا يمكن ان نتصور حياة بشرية الا في ضوء المعطى التقليدي عن البشر الطبيعي ما نقدرش نتخيل حياة الا في ضوء اللي احنا فاهمينه عن البشر الطبيعي ايه وعمل ازاي البشر الطبيعي ده بقى يتناسل ويتزاوج وينجب بالمفهوم التكاثري اللي هو بيتجوز ويتكاثر بشكل طبيعي تمام ووفق جنسه وبنرفض اي اختراق اصطناعي مفتعل يعني ممنوع تحاول انك تتغير في طبيعة الانسان ممنوع انك انت تتحول الانسان لكائن مصنوعة خلي الانسان يتكاثر ينجب بالشكل الطبيعي طبعا يا جماعة هنا بيتطفق مع رأي يمين طبعا يا جماعة وهنا بيتكلم عن ايه اصلا بيكلم عن الاستنساخ هو رافض اي حاجة تؤدي للتكاثر بصورة غير طبيعية طبعا الاستنساخ انت بتعمل الانسان مصنوع فانت قضيت على فكرة الجنس وعدت على فكرة التنوع كل ده مرفوض وده بيتطفق مع رأي يمين يا شباب دكتور مصطفى محمود نفتكر كده دكتور احمد زويل كان نتكلم عن ايه كان نتكلم عن الجينات ان الجينات مسؤولة عن سمتك الجسمية لون البشرة والعين والشعر مسؤولة كمان عن الامراض كان احمد زويل برضو قالك ان الجينات مسؤولة عن طريق تفكيرك سمتك الاجتماعية اللغوية الاخلوكية اما الديفيد روس يا شباب ده عشان بعض الطلبة ممكن تكون ناسية شوية ده ديفيد روس يا جماعة اللي كان بيتكلم عن اهمية اخلاق البحث العلمي واخلاق العيادة طب والجاكلين روس يا جماعة اللي كانت قالت ان البيوتيكا علم معياري وعلم متعددة خصوصات بيدرس قضايا الحياة والموت تمام يبقى السؤال 13 الاجابة الشباب رفض للسنساخ اللي رفضوا كان دكتور مصطفى محمود تمام السؤال رقم 14 ركز كده واحدة واحدة المكتبة الوطنية الامريكية عرفت الوفاة بانها تلف في الجزء المخي وبذلك قد اجابت على عديد من التساؤلات التي تخص تلف المخ العلوي والسفلي ادي يا صديقي الدماغ اهي تمام ادي المخ الجزء العلوي والمخيخ جزء الدماغ تمام هنا بيتكلم عن طبعا تلف جزء المخ يعني يا جماعة بيتكلم عن اي قضية هل دي زرع اعضاء لا طبعا زرع الاعضاء ده احنا قلنا لما تروح تشتري كليا زراعة كبد خلاص زراعة قلب دي يا جماعة زرع الاعضاء وجسم الانسان اصبح معرض منتجات تمام اما البنوك الاجنة دي يا جماعة البويضات المخصبة اللي بيتم عرضها للبيع او بيتم اجراء على التجارب طب وقيمة الحياة طبعا دي اللي بتدور حوالين احترام قيمة وكرامة الانسان وان الانسان حياته حياة لها قدوسية الانسان ليه حق ماينفعش نعمل تجارب على اجنة على سجناء على مرضى على مشوهين على ضعاف اقول دي قيمة الحياة هنا بيتكلم عن موت الدماغ بيتكلم عن قضية يا شباب موت الدماغ السؤال يا جماعة رقم 15 قد يحدث ما لا يتوقعه العميل فقد تقدمت امرأة فرنسية اسمع بقى اللي احنا مش متوقعينه تقدمت امرأة فرنسية الى المحاكم تشتكي احد المعامل امرأة فرنسية راحت المحكمة راحت تشتكي معمل تشتكي في ايه؟ لانها حصلت على حيوان منوي مصاب بأمراض جينية واحدة راحت تشتري من بنوك المني حيوانات منوية تمام؟ فحصلت على حيوان منوي مصاب بأمراض جينية يعني كان نفسها مثلا تخلف طفلة بيضاني خلفت مثلا طفل مثلا أصمر البشرة كان نفسها تخلف طفلة عبكري خلفت مثلا طفل معتوه عنته تخلف عقلي مثلا تمام؟ طبعا يا جماعة هنا بيتكلم عن ايه؟ بنوك النطف تمام؟ بنوك يا جماعة النطف نفسر المجالات تأثيرا في تكنولوجيا الطب ان احنا توصلنا الى نمط جديد من العلاج يطلق عليه العلاج الجيني احنا وصلنا لعلاج جديد اسمه العلاج الجيني وكذلك نمط مستحدث من التقاصر اسمه استنساخ هو هنا يا جماعة جاي بيتكلم عن حاجتين جاي بيتكلم عن التقدم في مجال الجينات طبعا التقدم في الجينوم البشري عرفنا جسم الانسان معرفة أفضل عرفنا الأمراض اللي ممكن تجيله اللي هو التنابؤ الوراثي يعني وكمان عرفنا الوقاية من الأمراض اللي هو الجينوم البشري عرفنا الأمراض وازاي نعالجها وكمان بيتكلم عن الاستنساخ حل هو انا الوقت يا شباب لما اتكلم عن الجينوم البشري واتكلم عن الاستنساخ القضايا دي مرتبطة بايه تحري وراسي لا طبعا ده التحري وراسي ما تنسهاش تمييز على اسو الجينية تفريقه في المعاملة يوجينية حتمية جينية تمام طب هنا بيتكلم عن زر الأعضاء روحت اشتريت مثلا كليا او حاجة لا انجاب صناعي لو طلقيه صناعي واخصاب خارج رحم وابنوكماني برضو لا هنا بيتكلم عن الجينوم والاستنساخ والاتنين دول يا جماعة اسمهم ايه شباب قضايا الهندسة الوراثية يبقى نخلي بقى قضايا الهندسة الوراثية اللي هي ايه رجالة الجينوم البشري والاستنساخ البشري تمام يا شباب وصلنا يا جماعة بعد كده للسؤال رقم 17 يلا يا صديقي يقول دكتور زكي نجيب محمود نحكم على نظرية هندسية احنا بنحكم على نظرية هندسية دخلنا بقى رجالة ايه المنطقة لا لسا مكملين لسا مكملين زي ما احنا في الفلسفة الباب ايه الباب الرابع روحنا جماعة الباب الرابع فلسفة نحكم على نظرية هندسية خلاص ايه بقى النظرية دي بتقولك ايه نظرية من نظرات ايكليدس بتقولك بانها سواب او الجواب هو ان تكون النظرية سواب لو اتسقت لو اتسقت مع سائر النظريات الاخرى. بصcie رجال احنا حكمنا عن نظرية لانها سواب لو اتساق. شوفة صديقي. لما تلاقي دايما كلمة اتساق اتساق معناها انسجام. انا بحكم عن نظرية لانها صح لو اتسقت مع سائر النظريات الاخرى. يعني يا جماعة انسجام وترابط. لو تفتكر في نظريات الحقيقة في قيمة حب المعرفة كان عندنا تلات نظريات ايه هما التلاتة بقى ركز كده واحدة واحدة كان عندك نظرية الترابط تمام والتطابك والبراجماتية طبعا تحقق حسي دي لها ايه التطابك بحكم بالحواس وبالواقع بحكم على الحاجة انها حقيقية لو متابقة للواقع انسجام وترابط بحكم على الحاجة انها حقيقية لو متربطة يعني فيها انسجام متربطة مع الحقائق الاخرى اللي عندي العائد النفع دي خلي بالك اللي هي البراجماتية اللي هي بتأكد على العمل شيء واحد يتم فعله افضل من عشر اشياء يتم التفكير فيها بالعمل يبقى يقول الدكتور زكي ناجيب محمود احنا حكمنا على نظرية هندسية انها صواب ازاي لما تكون النظرية متسكة ومع سائر النظريات تمام ادي يا جماعة السؤال رقم 17 السؤال الشباب رقم 18 بيقول لنا ايه ترى العقلانية وجود تطابك وجود ايه رجالة تطابك للفكر مع ذاته هنا جماعة بيتكلم عن احدى القيم الفلسفية تطابك الفكر مع ذاته ايه ده هو تطابك الفكر مع ذاته ده بيعبر عن قيمة خير لا ده الخير ده بيحكم على الاخلاق فضائل ورزائل طب ايه ده جمال استطيقة برضو لا تبديه حرية الانسان حر ما فيه عنده كدر على الاختيار لا امت ده قيمة ايه شباب الحق ليه ليه بقيمة الحق فاكرين قيمة الحق احنا عندنا تلات قيم مبحث القيم نقول اكسيلوجيا في تلات قيمة الحق كيمة الخير كيمة الجمال انت ليه انا قلت الحق يا ابو صلاح لان هنا يا صديقي بيتكلم عن ايه منطق ايه كيمة الحق موضوع علم المنطق والمنطق بيتكلم عن التفكير الايه السليم وصلنا جماعة للسؤال اللي بعد تمام نمسح كده بس الكتابة ده عشان ايه نشوف يقول غيضان السيد تلقى التقنية تلغي واحدة من اهم الخصائص التي خص بها الخالج سبحانه وتعالى المادة الوراثية وهي المقدرة على احداث تباين بين الافراد اه هو بيكلم عن تقنية حديث مالها بقى هتلغي واحدة من اهم الخصائص اللي ربنا عز وجل ميز بها الانسان اللي هي التباين طب بصوا الشباب مين هيقضي على التباين يعني ايه التباين يعني الاختلاف يعني التنوع من يدي الاستنساخ ليه بقى الاستنساخ انت بتعمل نسخة تبكي الاصل من كائن ما يعني انا جبت حضرتك وراح تواخد من عندك مادة ورصية وعملت نسخة شبهك بالزبط كده يبقى فيه تنوع لا يبقى مين يدي يا جماعة التنوع طبعا الاستنساخ البشر السؤال يا شاب رقم عشرين نشر لويس كتاب تساؤلات اخلاقية عن وضعية الانسان والبهائم في عام اربعة وعشرين ذكر في ان الكائنات البشرية والغير بشرية لديها الحق باستعمال جسدها اكتر من اي كائن اخر الانسان او حتى غيره بيستخدم جسده واجبنا بتعزيز السعادة احنا لازم نوفر لهم الايه السعادة تمام وتوفير السعادة ده لازم يشمل جميع الكائنات الحقيقة بالتساوي اه اذا بما ان الانسان وغيره من الكائنات بيستخدموا الجسد فلما يستخدموا الجسد احنا هما يحسوا بألم وشكاء احنا عزينهم يحسوا بايه رجالة بالسعادة مين في دول يا جماعة يتكلم عن السعادة اقولك انا صديقي هنزي وناس يتكلم عن المسئولية عن الاجيال القادمة علي بن رضوان يتكلم عن تأثير البيئة على الامراض والاوبئة لكن بيتر سنجر يتكلم عن المذهب النفعي فاكرين المذهب النفعي المذهب النفعي كان طالع يقولك فيه سنجر ان الحيوان زي الانسان يشعر بالسعادة واللزة والقلم والشكاء عشان كده رفض العنف لان هي بتشعر بالسعادة زينا بالظبط فاحنا لازم نحقق السعادة لجميع الكائنات فطبعا يا جماعة الاجابة تبقى بيتر سنجر تمام السؤال للشباب رقم واحد وعشرين يا كل ارصتو ركز علمتني الفلسفة ان افعل دون اوامر ما يفعله الاخرون خوفا من القانون انا عملت الحاجة من نفسي ما عملتهاش عشان خايف من القانون انا عملت الحاجة احترما لنفسي مش عشان خايف من القانون انا عملت الحاجة اللي انا بتحمل مسئوليت افعالي يبقى هنا يا جماعة بيتكلم عن الحرية والايه والمسئولية ان انا عملت الحاجة التزاما للقوانين انا خلاص مش اخرج عن القانون فانا باختار افعالي وبرعي فيها علاقتي بالاخرين من غير ما ازي حد من غير ما اجي على حد انت حر ما لم تضر ترى ما انت مخرجتش عن القانون يبقى انت هنا شخص بتتحمل مسئولية افعالك الانسان الحر هو الانسان الذي يلتزم بيا رجالة بالقوانين دي يا جماعة الحرية والايه والمسئولية السؤال الشاب رقم 22 يقول لالند تصور متحرك على مرور من الواقع الى الحق ومن المرغوف فيه الى القابل للرغبة فيه اسمع تصور متحرك على مرور من الواقع الى الحق نبننتقل من الواقع الى الحق تمام ومن المرغوف فيه من الشيء اللي احنا بنرغب فيه الى القابل للرغبة فيه هنا بيتكلم عن احد مباحث الفلسفة اه ركز باك ب诶 في السؤال ده واحنا اصلا عندنا في الفلسفة كما ابحث انت عندك تلات مباحث خلي بالك المعلومة دي تقالت فين ابو صلاح تقالت في البيوتيكا ان البيوتيكا تمام تعتبر فكر أخلاقي جديد لأحد مباحث الفلسفة. انا بعرفك 20 دقيقة مش عارف النقطة موجودة فين. البيوتيقة فكرة اخلاقي جديد لأحد مباحث الفلسفة. هي الفلسفة في كما بحثت ثلاثة. الوجود اللي هو الانتولوجيا وده بيدرس القون والطبيعة تمام? وعندك المعرفة الابستومولوجيا اللي هي بتتكلم عن العلوم والمعرفة الانسانية. وعندك القيم اللي هي الاكسيولوجيا تمام? طيب احنا هنا جماعة ايه? مرور متحرك من الواقع الى الحق. تمام? من المرغوف الى القابل للرغبة فيه. طبعا يا جماعة هنا بيتكلم عن احد مباحث الفلسفة. هل دي اكسيولوجيا اللي هي القيم? ولا ابستومولوجيا اللي هي معرفة? ولا انتولوجيا اللي هو مباحث الوجود? ولا الانصر بيولوجي اللي هو علم درس الانسان? لا طبعا يا جماعة هنا بيتكلم عن الاكسيولوجيا. انا عرفتك هو الانصر بيولوجي طبعا درسينه في علم الاجتماع اللي هو علم درس الانسان. تمام? وصلنا جماعة السؤال رقم تلاتة وعشرين بصوا يا صديقي السؤال بقول ليه يا شباب يقول فرانسيس بيكون البيئة بص يا معلم بداية المنطق سمي الله كده وايه وتاتا تاتا مع بعض واحدة واحدة تمام يقول فرانسيس بيكون البيئة التي ينشأ فيها الفرض وتتمثل في التأثير الكبير لعوامل البيئة تأثير ايه عوامل البيئة عارف يعني ايه انت نشأت في بيئة فيها قيم فيها عادات اشتغلت فيها مهنة فيها ثقافة سائدة فيها تقاليد واعراف فيها اباء واجداد فيها اسرة الكلام ده كله بيشكل ميول الفرض ومشاعره البيئة اللي بينشأ فيها الفرض تمام تتمثل في التأثير الكبير لعوامل البيئة وثقافتها فعال الانسان لما البيئة تأثر عليك تأثير طبعا يا جماعة البيئة هل ده تصرع في الحكم بص يا صديقي انا قبل ما اجواب سؤال زي ده لازم افهم كل اختيار معناه ايه تعال الاول سيبك من السؤال ونفهم كل اختيار معناه ايه في البداية التسرع في الحكم هو انا لما بصدر احكام متسرعة او اكون متعصب لرأيي دي اسمها اوهام جنس بشري كان لي بالك برضو اسمها اوهام النوع واوهام القبيلة طيب نقاط ضعف الفرد من نقطة ضعف الفرد الميول والمشاعر والعاطفة اللي هي اوهام الكهف اللي هي البيئة هي دي اجابة السؤال يبقى السؤالين يا جماعة اجابته به نقاط ضعف الفرد اللي هي البيئة اللي بتأثر عليه بتشكل ميوله تمام بتشكل يا جماعة عاطفته ومشاعره اما للالفاظ يا ابو صلاح دي اوهام ايه طبعا يا جماعة الالفاظ احنا عارفينها اوهام السوق بيكون حذرنا منها وقال انها الاوهام الاكثر اصارة للمتاعم طيب التأثر بنظرياته القدماء ماشي ورا القدماء من غير ما تبدأ تدور على ادلة ومن غير ما انتقد وتفحص يا جماعة اوهام الايه المسرح تمام ما نخلي بالنا دايما سؤال زي ده افهم الاول معنى كل اختيار يعني لما تلاقي الاختيارات جاية مش مباشرة رد انت الاختيار لاصل تمام السؤال رقم 24 يسمى هذا المنطق بمنطق درجة الصدق ايه درجة الصدق يعني في درجة شباب ترامل حاجة فيها نسبة وفيها درجة وانت مغمض عينك اجري على الاستقرار طب لا فيها نسبة ولا فيها درجة يعني مؤكدة مؤكدة اجري على الاستنباط اللي هو المنهج الرياضي تمام طب هنا السؤال بيقولك ايه يسمى هذا المنطق بمنطق درجة الصدق وهي درجة اكتمال صحة الفرض في ضوء المعطوات التجربية يعني حتى بقولك ده منهج تجريبي هو مين اللي تجريبي؟ طبعا التجريبي المنهج له استقرائي صح؟ طيب يصف ما صبك احد انواع الاستدلال احنا هنا مرخمين شوها في شكل الاختيارات في الاسئلة تمام؟ عشان عايزين نديك اكبر قدر ممكن من المعلومات فتستفاد يا باشا وتطلع من الفيديو ده مصدر طيب يصف ما صبك احد انواع الاستدلال هو الاستدلال اصلا لي كم نوع؟ ليه نوع ايه؟ استقراء واستنباط طيب مين فيهم اللي احتمالي اللي فيه درجة؟ الاستقراء طيب الاستقراء ده بينتقل من ايه ايه؟ من خاص لعام يعني احمد شاطر يبقى كلكم شطار من خاص لعام صح؟ ده الاستقراء طيب الاستقراء من خاص لعام يبقى بيه ايه ولا بيزيد؟ بيزيد بيزود المعرفة بيقدم تنبؤات يأتي بجديد بس ما انا اجي احتمالي ناتجته اكبر من المقدمات وهو الاختيار رقم الف تمام؟ ناتجته اصغر مين ناتجته اصغر؟ لاستنباط ناتجته اصغر او مساوية ناتجته اصغر ازاي يا مستر احمد؟ لما مثلا انا جا اقول لك ايه؟ كل انسان فان احمد انسان يبقى ايزا؟ احمد فان بما ان كل الناس هتموت واحمد انسان يبقى احمد هيموت ده استنباط او ممكن تبقى ناتجته مساوية للمقدمات طب عايز استنباط ناتجته مساوية عشان في ناس ما بتعرفش تجيب ديه هاي بص يا صديقي كل بشري آدمي كل إنسان بشري يبقى كل إنسان آدمي النتيجة هي هي المقدمات مساوية لأن البشري هو الآدمي هو الإنسان خلاص طيب برضو الاستنباط نتيجة متضمنة في المقدمات ما هو كل إنسان فان أحمد إنسان يبقى أحمد فان ما أحمد فان دي جاي من المقدمات فالثلاث اختيارات التانيين أصلا بالاستبعاد هم مستنباط تمام نمسح كده ده عشان نقرأ آخر سؤال السؤال يا جماعة ركم 25 بيقول إيه يقول فخر العرب العبت لله يقول فخر العرب تتضمن أزمات النمو الفكري إعادة نظر في منظومة المعرفة أزمة المعلومات اللي عندنا بتقولك إحنا لازم نعيد النظر لازم إيه نعيد النظر ليه مش كل معرفنا صح نحنا لما نعيد النظر في حاجات ممكن تشوف إنها كانت غلط فلو اكتشفنا إن في حاجات غلط هنعمل لها إيه يا حمادة هنعمل لها تعديل تعالي نشوف كده الاختراض دي معناها إيه تتطلب أو تتضمن أزمات النمو الفكري يعني المعلومات بتاعتنا والنمو الفكري اللي عندنا بنلاقي فيه أزمات عشان كده لازم نعيد النظر تاني هنا بيتكلم عن إحدى خصائص العلم المعاصر الموضوعية الموضوعية معناه أنك تستبعد المشاعر والأهواء والعاطفة والتفضيل التعديل معناه أنك إيه تراجع تاني تغير تاني إن العلم ممكن يتغير العلم مش دايما يقيني فطالبعا يا جمال هنا الإجابة هتبقى القابلية للتعديل إن إحنا لازم نعيد النظر مرة أخرى طبعا التنابؤ لما يتكلم عن حاجة في المستقبل والقياس إن العلم المعاصر بدأ يستخدم لغة الأرقام بس خلي بارك برضو في القياس إن مش كل العلوم تستخدم الأرقام زي بعض أكتر علوم فيها قدرة على استخدام الأرقام الإلوم الطبيعية لإن فيها ثوابت الصوت والضوء والجاذبية لكن العلوم الإنسانية علم نفس واجتماع ما فيها الثوابت ما فيها أرقام ما فيهاش دقة ما فيهاش قياس العلوم الإنسانية ما فيهاش قياس بتواجه صعوبات ليه بقى صعب إيس مستوى الألق صعب إيس المشاعر لإن الحاجات دي يا جماعة ما لها متغيرة بشكل مستمر ما بتكونش واضحة نكمل الرجالة يلا صلنا جماعة سؤال رقم 26 إذا عرفنا طبيعة النوع واختبرنا جزء منه استطعنا أن نصدر حكماً كلياً بأن تلك الطبيعة موجودة في باقي الأفراد خلي بتلك جاي بيتكلم عن استقراء بس أنا نوع من الاستقراء أو أنجي بالكلياً عن نوع من الاستقراء أنا النوع بأه إذا عرفنا طبيعة نوع واختبرنا جزء منه هو هنا اختبر النوع كله ولا جزء 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 ان نصدر حكما على باقي الظاهرة هنعمم الحكم بتاعنا طيب ده يا جماعة استقرائي طبعا هو اختبر جزء يعني فحص عينة فالاجابة الف هي الصح هو هنا فحص كل الظاهرة لأ فحص الشامل برضو لأ فحص كل النتائج اللي وصلها برضو لأ ده فحص ايه عينة بس بصوا شباب الاستقرائي المواقص ده انا بفحص دايما عينة تمام يعني مثلا مثلا يعني انا الوقتي قدامي الف طالب فسألت منهم خمسة انا كده سألت الالف ولا خمسة بس خمسة بس يعني عينة فبقول استقراء ناقص لكن لو قدامي الف طالب وسألت الالف ساعيته هقول استقراء كامل تمام يبقى الكامل هو اللي بيشمل فيه الفحص كل الظاهرة سؤال 27 يقول فرانسيس بيكون الزهن البشري بيكلم عن الزهن الزهن ده يا جمال هو مين العق الزهن البشري اشبه بمرقاء غير مستوية تتلقى الاشعة من الاشياء وتمتسك بطبيقة الاشياء فتشويها وتفسدها وهينا بيتكلم ان العقل اشبه بمرقاء غير مستوية بيتلقى المعلومات بس دايما بتبقى المعلومات صح هنا بيتكلم عن احد الاوهام تعال الاول نشوف الاختيارات كل اختيار معناه ايه امتحاني فرهدك بس في معلومات حالو تمام شوف كده هنا بيتكلم عن داع عام مشترج بين النوع الانساني كله طبعا دي يا جماعة طبعا هي اوهام معناه ايه؟ معناه اوهام ايه؟ الداع العام المشترك عند كل الناس اوهام جنس بشري اللي هي النوع والقبيلة ولا التأثر بالميول والاهواء طب هو التأثر بالميول والاهواء دي اوهام ايه؟ اوهام كهف اللي هي البيئة والمشاعر والعاطفة والثقافة والمهنة ولا افتقاد removed from the luxury bank alone ده للا تهربح الحقيقية افتقاد الالفاظ اللي هي اوهام يا رجالة السوق الفاظ لغة ولا التأثر بالقدماء اللي هي اوهام المسرح خلي بالكوا طبعا الاوهام دايما سؤال امتحاني يعني يركز فيهم جدا عشان موين مين قوي طبعا بيتكلم عن الزهن اللي هي الاوهام اللي موجودة في العقل اللي موجودة عند الجنس البشري كله فالاجابة تبقى عالف اداء العام المشترك بين النوع الانساني كله خلي بالكوا رجالة اداء العام يعني حاجة موجودة عند كل الناس كلنا بنتصرع في الحكم كلنا احيانا بيكون عندنا تعصب لرأينا الفوز بتخدعنا فالعقل لا يقبل الا ما يرضي غروره هواء السؤال يا جماعة رقم 28 حرسة كارل بوبر على اثبات ان البدء بالملاحظة لا يفضي لشيء بلاش تبدأ بالملاحظة بلاش تبدأ بالملاحظة بل هو فكرة مستحيلة اصلا انت اصلا مستحيل تبدأ بالملاحظة حيان ترامى الراجل ده مش عايز نبدأ بالملاحظة يبقى عايز نبدأ بمين بالفرد اكيد ما هو مين في دول ما بدأش بالملاحظة الاجابة وليام هوي هقول لك تلاتة ويكتب جنبيهم بدأوا بالفرد مين هما تلاتة دول ويليام هويل كارل هامبل وبيرنرد التلاتة دول بدأوا بالفرد قالوا هنبدأ بفكرة بفرد لكن طبعا جون ستيورت ميل فرانسس بيكون جابري بن حيان عسن بن الهيسم اه ارستو كل ده جماعة بدأ بايه بدأ بالاستقراء يعني بدأ بالملاحظة لكن انا مش هبدأ بالملاحظة يبقى ده ويليام هويل لان ويليام هويل يستخدم منهج علمي معاصر تمام سؤال 29 بدأ الانتباه عشان ادرس ظاهرة انتباه عشان ادرس ظاهرة تكمل والبصيرة وحدة الزهن وباكترح تفسير مؤقت وعدنا ميز من الفهم العميق لننفد الى اعماك ما يبدو على السطح هنا بيتكلم عن احدى مراحل المنهج الاستقرائي وخلي بالكم الحتة برضو بتين ويخد شبره منها مراحل المنهج الاستقرائي ثلاث مراحل ايه هما الثلاثة بحث كشف برهان بحث كشف برهان كنا قلنا قبل كده شباب كتير في المحاضرات تمام ان دايما مرحلة البحث فيها حاجتين ايه الحاجتين دول الملاحظة والتجربة وهنا السؤال بيتكلم عن مرحلة البحث ليه انتباه ويه كمان وزهن انا بستخدم العقل والحواس عشان ادرس ظاهرة البصيرة والعقل والزهن عشان ادرس ظاهرة وباقترح تفسير مؤقت انا اخترت الاول بحث واقترحت تفسير هو يعني ايه تفسير فرد طب الفرد ايه جماعة كشف يبقى الايجابة رقم الف بحث وكشف طب السؤال ايجابة رقم 30 اذا كانت الصلابة في جوهرها تقاربا في زرات الجسم الصلب اذا كانت الصلابة في جوهرها تقاربا في زرات الجسم الصلب فالاصول الاولية هي حركة الزرات التي انزدادت السرعة كانت حرارة انقلة السرعة كانت برودة السرعة تزيد حرارة السرعة ايهل برودة كل تلك القوانين توصلنا لها عن طريق طرق تجريبية استقرائية تمام طبعا يا جماعة هنا بيكلم عن احد العلماء اللي استخدموا المنهج الاستقرائي التجريبي طب مين يا جماعة هنا استخدم منهج استقرائي تجريبي وبيقول الحرارة بتزيد تمام السرعة تزيد الكلام ده هنا جماعة بيتكلم عن احد العلماء الايه العرب اللي استخدموا المنهج الاستقرائي بصوا شباب اذا كانت الصلابة في جوهرها تقاربا في زرات الجسم الصلب فالاصول الاولية هي حركة الزرات فلو زاد السرعة كانت الحرارة انقلت السرعة كانت برودة طبعا بصوا صديقي هتجاوب سؤال زي ده شاء الله اصلا جاي بيقولك احدى العلماء العرب فانت مين في دور قدامك عرب جابر ابن حيان هو اصل رجل التجارب العلمية خلاص وكان جابر ابن حيان قال من لم يجرب لم يصفر بشيء تمام السؤال يا جماعة اللي بعده اذا كان هناك ظرف واحد مشترك اتفقت فيه حالتان او اكثر للظاهرة عندنا خمس اشخاص جالهم تسمم عايزين نعرف جالهم تسمم ليه قالك شوف الحاجة اللي اشتركوا فيها فلقيت الخمسة دول ياله مثلا اكلات مختلفة بس كلهم اتفقوا في حاجة واحدة شرب العصير فقلت ان العصير سبب الظاهرة او اذا كان هناك ظرف واحد مشترك كيف هو ده السبب طبعا يا جماعة دي طريقة يا شباب الاتفاق احدى طرق جينيس تي وارتميل الياه الاتفاق متى وجدت العلة وجد المعلول دي يا جماعة اسمها طريقة الاتفاق او الحضور اما العلاقة التردية والعكسية بين العلة والمعلول دي ايه تلازم في تغير زارة العلة اه تمام او تغيرت العلة تغير المعلول زارة البطالة زارة الجريمة قالت البطالة قالت الجريمة تردية هو اوزارة التنمية قلت البطالة عكسية يبقى العلاقة التردية والعكسية دي تلازم في تغير طيب وغابة العلة غابة المعلول ده يا جماعة برضو ليه طريقة الاختلاف او الغياب او العدم سؤال رقم 32 يرى بوبر انه لا يمكن رد صدق العبارات العلمية الى الخبرة الذاتية انا مش هحكم على العبارة صدقة ولا كذبة حسب خبرة الذاتية حسب اهوائي ماينفعش هنا بيدعوك انك لازم تلتزم باحدى خصائص العلم مافيش اهواء مافيش رغبات ذاتية يبقى يا جماعة بيكلم عن الموضوعية تمام الموضوعية اللي هي مافيش ذاتية مافيش ميول مافيش مشاعر السؤال يا جماعة رقم 33 يقولش لك القضية الاصلية يجب ان تكون قابلة للتحقق الحاسم اي قضية لازم تقبل التحقق يعني ايه تقبل التحقق يعني تخضع للتجربة طب مين في دول معناها من خصائص الفرد او من شروط الفرد انها تخضع للتجربة قالك الاجابة هتبقى رقم القابلية للتفنيد يعني ايه قابلية للتفنيد بص يا صديقي التفنيد يعني انا كذب ما صدقش اهو اي قضية يجب ان تكون قابلة للتحقق لازم اختبرها الاول افترض معاك افتراض ام تختار قابلية للتفنيد لما يكون عندي عبارة او فرد بس الفرد انا بكذبه ما صدقوش نوتن جيبي قول لي يا احمد يا صلاح فيه جاذبية وتقول يا نوتن انت كذاب ما صدقكش كلامك ده كلام ضحض كذب مزيف مصصادق ممكن يبقى غلط طالما بانطقت كلامه وبتحقك منه الاول ولازم يخضع لتجربة الاول يبقى قابلية للتفنيد تمام يا شباب بصلنا جماعة للسؤال رقم 34 خلاص عرض راسل فاكرين يا جماعة راسل راسل الواحد من علماء اللي ربطوا المنطق بالرياضة تمام بصوا الشباب السؤال يا جماعة بيقولك ايه عرض بيرتراند راسل بعض افكاره الخاصة بمنطق المحمول في المقالة اللي نشرها عام 1908 راسل بينشر رأيه في مقال تحت عنوان المنطق الرياضي مستندا منطق الرياضي طبعا احنا عارفين ان راسل ربط بين المنطق والايه والرياضة مستندا الى نظرية الانماط الرياضية عرض افكاره في مقال احنا قلنا جماعة لما الرياضة نعرضها في الكتب والمجلات وفي اوراق العلماء يبقى يا جماعة ايه فقط ترمى موجودة في الكتب والمجلات سؤال 35 يقول هنري بوانكاريه من الخطأ ان نظن اننا بامكاننا اجراء تجارب علمية بدون فكرة مسبقة اسمع من الخطأ ان نظن ان احنا نقدر نعمل تجارب الا لما يكون في قبلها فكرة مسبقة يعني بالراجل بيقولك حط الاول فكرة حط الاول فرض وبعدين اتحقق منه المقالة السابقة اذا بتتكلم عن العلم تمام من المنظور المعاصر من حيث ان في تناقض بين استقراء واستنباط لا طبعا العلم المعاصر ده فيه تكامل ده بيجمع ولا نبدأ بفرض اه طبعا هو قالك ابدأ بفكرة هنبدأ بفرض هي دي الاجابة ولا اتباع المناج التجريبي لا المناج التجريبي ده العلم التقليدي مش المعاصر ولا التركيز على مبدأ السببية لا ده مبدأ السببية ده الغرض برضو من العلم التقليدي مش المعاصر فترة ما هبدأ بفرض يبقى ده جماعة هبدأ بتأسيس الفرض السوري وده الغرض من العلم المعاصر تمام السؤال 36 الشعاع هو مستقيم له نقطة بداية وليس له نهاية بص حماده السؤال ده هضرب لك فيه عصفورين بحجر واحد لو سألني عن الشعاع فهو هنا عرفه فالشعاع هقول عليه معرفات تمام بس هنا بيسألني عن ايه كلمة بداية ونهاية هو كلمة بداية ونهاية دي يا شباب معرفات لا احنا قلنا اي حاجة جوه التعريف اي حاجة جوه التعريف اقول عليه يا شباب لا معرفات تمام يبقى لا معرفات هي كلمات استخدمناها عشان نعرف الشعاع احنا عرفنا الشعاع لكن ما عرفتش بداية ونهاية اسمع احمد صلاح هو مدرس انا عرفت مين احمد صلاح لكن كلمة مدرس دي اللي جوه التعريف بقول عليها لا معرفات سؤال 37 عندما نسلم مع يوكليدس بأن المكان سطح مستوي فده يؤدي بالضرورة إلى القول بأن مجموع زوايا المسلس بتساوي 180 درجة هنا بيتكلم عن إحدى خصائص الرياضيات قبل ما أكمل خصائص الرياضيات يا شباب 3 خصائص الرياضيات 3 تحصيل حاصل لزوم منطقي تحصيل حاصل لزوم منطقي عدم تنقض بين طرفيها دي خصائص الرياضي هنا بيتكلم عن إحدى خصائص الرياضي الشطر الثاني ما يلزمش عن الأول لا غلط ده في الرياضي فيها لزوم منطقي الشطر الثاني يلزم عن الأول النتيجة جاية من المقدمات أربعة جات من اتنين زقل اتنين إنها أي معلمة ده عدم التنقض لا الرياضي ما فهاش تنقض الرياضة النهاردة لو أثبتتلي أن أحمد صلاح أفضل مدرس في مصر مش هتيجي بكرة تقولني أن أحمد صلاح مش أفضل مدرس في مصر استحال الرياضة ما بتثبيتش حاجة وعكسها طب في الرياضة المحمول بيضيف جديد إحنا قلنا لا الرياضة تحصيل حاصل ما بتضيفش جديد قم ما ليه الصح؟ لا تسعى لتحصيل حاصل ما فيهاش تحصيل حاصل تمام؟ يلا شباب السؤال يا جماعة رقم آآ 38 وجود وجود تشابه كبير بين في السيروجيا الجهاز العصبي المخ يعني وطريقة عمل الأجهزة الإلكترونية أنا بشبه بين الجهاز العصبي المخ وطريقة عمل الأجهزة الإلكترونية الآلة بأعمل إنسان بأعمل آلة زي الإنسان يبقى طبعا ده جماعة زكاة الصناعية علم هدفه أن الآلة تقوم بعملات التفكير اللي بيقوم بها لإيه الإنسان السؤال 39 طغيان تفاعل البشر مع الآلة تمام؟ ما له بقى طغيان تفاعل البشر مع الآلة أثر على تفاعلهم وحورهم مع الآخرين أنت بالبلد كده تفاعلك مع الآلة أثر من تفاعلك مع الناس يعني بالبلد كده هو عمل لك إحدى السلبيات إيه هي؟ أنت كده عملت جرائم؟ لا أدمنت النت؟ لا هو بيقول لي أثر على تفاعله مع الآخرين يعني سبب يا رجالة عزلة اجتماعية وفردية تمام؟ سؤال 40 من الأوليات قضايا قضايا بصوا شباب قضايا يعني جمل ترى ما حضرتك لقيت قضايا بص عن الاختيارات على طول لو في معرفات ولا معرفات استبعد هاستبعد معرفات مفيش لا معرفات أصلا طب انت ليه استبعدت المعرفات؟ لأن المعرفات مفاهيم أو ألفاظ هنا بيتكلم عن قضايا من الأوليات قضايا لا يمكن البرهنة عليها لأنها صدقة بذاتها واضحة بذاتها اسمع واضحة في كل العلوم احنا قلنا من اللي واضحة بذاتها في كل العلوم وأي حد يفهمها الكبير والصغير العالم والأمي طبعا يا جماعة هنا بنتكلم عن البديهيات هي تتطفق مع قانون الهوية الشيء هو ذاته تمام؟ أحمد هو سؤال 41 مجال يركز على تصميمات الكمبيوتر التي تلتقط البيانات حول العالم التي يمكن استخدامها لحل المعضلات المعقدة مجال بيركز على تصميمات الكمبيوتر اللي بتلتقط بيانات احنا بنخلي الألة جواها بيانات بنخزن جواها معلومات طبعا يا جماعة تخزين معلومات في الآلة يبقى هنا بيتكلم عن دور المنطق في تمثيل الايه؟ المعرفة احنا قلنا ان احنا جبنا الآلة خزننا جواها ايه بيانات خزننا جواها حقائق ومعلومات عشان يكون عندها القدرة على حل ايه؟ المشكلات والمعضلات السؤال يا جماعة اللي بعده وجد علماء الزكاة الاصطناعي ان هناك العديد من المواقف التي يتعرض لها الانسان والتي عليه ان يتصرف حيالها بشكل منطقي سليم في وقت قد لا تكون لديه كل المعلومات المتعلقة بحل قزي المشكلة اذا انا عايز احل مشكلة وما عنديش معلومات عايز احل مشكلة وما عنديش معلومات مين يوصلني لو انا ما عنديش معلومات يوصلني للحل؟ طبعا يا جماعة هنا بنتكلم عن التفكير الغير رتيب من معلومات غير كاملة يوصلك للحل اهي التفكير يا رجالة لايه؟ الغير رتيب وحضرتك ما تنساش الغير رتيب اللي اخترعوا الجمه كارسي سنة الف تسعمائة وسبعين لو حضرتك مثلا ماشي في الشارع واسمعت اغنية عجبتك بس مش عافظ اسم الاغنية خدكوا بليه منها او احفظ منها كلمتين روح البيت افتح اليوتيوب اكتب كلمتين دول هتظهر لك الاغنية يبقى من معلومات غير كاملة وصلت للنتيجة ده طبعا يا جماعة المنطق الغير رتيب اللي اخترعوا الجمه كارسي سنة الف تسعمائة وسبعين خلي بالك الرتيب لازم مقدمات كاملة عشان يوصل للنتيجة طبعا المنطق المرن او ما تنسى المسميات دي منطق متعدد القيم خلاص بيحتوع لأحكام متفوتة ممكن نقول عليه منطق سنائي ولا سلاسي سلاسي رباعي خماسي يعني فيه قيم متعددة فيه احكام متفوتة لكن طبعا السنائي القيمة اللي هو المنطق بتاع البنتز تمام اللي هو المنطق الغير مرن تمام يا رجالة اه وصلنا يا شباب للسؤال رقم اربعة واربعين طبعا السؤال الاربعة واربعين هنا يا جماعة اخر سؤال في الامتحان في الاسئلة الاختياري او انت هيجي لك كم سؤال اختياري اصلا اربعة واربعين اختروا اتنين مقال دنيا سهلة وبسيطة ان شاء الله تروش يا باشا وانت منطمن كده ما تكونش ألقاء من حاجة هتعرف تعمل بسهولة ان شاء الله مع الامتحان سؤال رقم اربعة واربعين يمكن ان تقوم الروبوتات بالمهام التي تتطلب مستويات عالية من الزكاء وهذا سيجعل العالم العالم يستسهل الاستعانة بالروبوتات في اغلب الاعمال وسيقرر البشر التقاعد في وقت مبكر احنا هنتقاعد طب بصة صديقي لما احنا هنتقاعد في وقت مبكر من العمر والاله هي اللي هتشتغل ده معنا ان الروبوت هيسبب ايه هيخلي حياة الانسان مرفهة لا طبعا ترفيه انت شلقي شغلة اصلا عشان تترفع حتى طب هيعمل فجوة هيعمل فجوة دي لما يقولني المجتمع بقى غاني وفقير طبقتين هيدي على الطبقة الوسطى ما هي هي الطبقة الوسطى هي الفجوة لكن هنا يا جماعة بيتكلم عن زيادة نسبة البطالة اختارها امتى لما يقولني الروبوت بيسبب بطالة وتقاعد تمام يعني بيقضي على الوظائف وصلنا يا جماعة لأسئلة المقالي السؤال يا جماعة الأول طبعا المقالي كل سؤال بيجي لك بدراجتين في الفلسفة برضو هيجي لك ستة اسئلة كل سؤال بدراجتين وفي المنطق برضو هيجي لك ستة اسئلة كل سؤال بدراجتين يعني عندك كم سؤال بدراجتين اتناشر سؤال اختار ستة فلسفة ستة منطق واثنين مقالي واحد فلسفة واحد منطق كل واحد بدراجتين افكرك بس قبل ما ابدأ حلل اسئلة المقالي دي السنة اللي فاتت إيه اللي جيه في المقالي السنة اللي فاتت سأل عن الحرية مرتبطة بالشعور والمسئولية وسأل سؤال في الحجج كون حجة شوف بقى الأسئلة اللي احنا جايبينها نستقل الوقتي يقع في منتصف الطريق بين الوقائع الحسية والقانون بين الملاحظة والقانون في منتصف الطريق حاجة بين الملاحظة والقانون فهو لا يأتي صدفة ويظل خارج الحقائق حتى تثبت صحته يعني تفسير مؤقت حاجة وضحها عالم مش بالصدفة دي فكرة والفكرة دي لسه ما أثبتنهاش لو طلع الصحة تبقى قانون هنا بيتكلم عن مين طبعا يا جماعة هنا بيتكلم عن الفرض العلمي طبعا يا جماعة الفرض عبارة عن تكيل تخيل تكهن توقع تنبؤ إرهاصات إحساسات ركزوا في المصطلحات دي ركز في الكلمات دي الفرض العلمي عبارة عن إرهاصات إحساسات أفكار تخيل تكهن تنبؤ توقع فكرة تفسير مؤقت حكم مؤقت العشر كلمات دول بيسويوا كلمة فرض تمام هو عايز بقى يكتب له تعريف للفرض الفرض إرهاصات وإحساسات بتاع تهجئ العقرية إيه يا جماعة علمية وإذا تم التحقق منها نصل للقانون العلم السؤال يا جماعة اللي بعده تطبيق السرية على المحادثات بين الأطباء والمرضى وتمنع الحماية القانونية تمام للأطباء من الكشف عن محادثاتهم بتمنع الحماية القانونية للأطباء إن هم يكشفوا عن محادثاتهم مع المرضى حتى تحت القسم في المحكمة يعني ممنوع ممنوع يا دكتور تكشف أسرار المرضى هنا يا جماعة بيتكلم عن أحد مجالات الأخلاق البيوتوبية طبعا يا جماعة البيوتيكا لها ثلاث مجالات أخلاق العيادة أخلاق البحث العلمي أخلاق السياسة الصحية هنا بيقولك يا دكتور ممنوع توفشي أسرار المريض طبعا يا جماعة بيتكلم عن علاقة الطبيب بالمريض ودي يا شباب أخلاق العيادة أخلاق العيادة هي أخلاقيات بتحدد شكل العلاقة بين الطبيب والمريض وإن الطبيب هدفه صحية المريض والقضاء على آلامه حفظ أسرار المرضى تمام عدم استغلال المريض مديا دي يا جماعة أخلاق إيه العيادة نكتبه لك أهي هنا جماعة السؤال ده عايز حضرتك تتكلم عن أخلاق العيادة تمام ده يا شباب كان نموذج كده امتحان حلنا مع بعض هاولنا نرخم فيه شوية صغيرين هاولنا برضه عشان نجيب لك أفكار كتير ومعلومات كتير نقولها لك نتمنى يا رب تكونوا استفدتم من الامتحان ده عايزكم يا جماعة تكونوا متطمانين إن شاء الله أسئلة كتير في الامتحان بتتحل بالاستبعاد أسئلة كتير في الامتحان بتتحل بالاستبعاد هاول دايما وانت بتعامل مع الامتحان هدوء كبير قوي خلي عندك كسبات فعالي خليك واثق إن انت تعبت وعملت اللي عليك أكيد ربنا إن شاء الله مش يضع تعب حد فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته